أصيب ما لا يقل عن 24 من عناصر قوة إرساء النظام بينهم ثلاثة بجروح بالغة واعتقل 124 شخصا خلال أعمال عنف وجرى ذلك على هامش تظاهرات شارك فيها ما لا يقل عن 170 ألف موظف وطالب احتجاجا على مشروع تعديل قلن العمل حيث انضلعت مواجهات عنيفة الخميس في مدن فرنسية عدة ويطالب المعارضون بسحبية تام لنص مشروع القانون الذي ينظر إليه على أنه مناسب جدا لأصحاب العمل لكنه في المقابل يهدد الأمن الوظيفية وخصوصا للشباب وبدأ الاحتجاج في التاسع من أذار مارس ومساء الحادي وثلاثين من مارس وتوسعت الحركة الاحتجاجية مع ولادة حركة الوقوف ليلا نوي دبو ويطالب المعارضون بسحبية تام لنص مشروع القانون والذي ينظر إليه على أنه مناسب جدا لأصحاب العمل لكنه في المقابل يهدد الأمن الوظيفية وخصوصا للشباب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر